بتقدر تعمل زي عشان تعمل يعني بتقدر ان هي تعمل يعني بتتواصل عن طريق اللايت الضوء الصوت اللي هي الحركات يعني بالزبط زي اما الايه اللي عن ايه اللي هيفصل ما بينهم اللي هيفصل ما بينهم ان يعني عن طريق اللغة والكلام طبعا مش هتتكلم كمان ممكن بدلا ما نقول الاراية والكتابة طبعا ولا هتعرف تقرأ ولا هتعرف تكتب يبقى ده عن طيب اخدنا قبل كده في زي المنجوس اللي كانت بتعمل عن طريق انها كبتطلع صوت الصوت ده بتقدر تعمل منجوس اخدنا كمان الضولفن والبات كانوا برضو بيعملوا عن طريق اللي كانوا بيطلعوها طريقة طيب دي اول انيمال هناخدو وهنشوف ازاي بيعمل او الخنافس المضيئة سموها كده ليه عشان الخنافس دي بتنور يعني معنى كده طريقة التواصل هتبقى عن طريق ده عن طريقي يعني بيجي منيني الفلاش اللي طالع منها ده او النور اللي طالع منها ده بيحصل حاجة اسمها تفاعل كيميائي يعني في حاجات معينة جوه جسمها بترتبط او بتتحد مع بعضها فبتطلع لي ده معنى كده ان الفايرفلايز التانيين ازاي يقدروا ان هما يفهموا المسج بتاعت الفايرفلايز بيتلز عن طريق هيشوفوا النور ده يفهموا المسج اللي الفايرفلايز التانية عايزة تبعتها لهم بصوا شايفين اهي بتنور ده بسبب بيحصل جوه جسمها طيب ايه اللي بيحصل دي عبارة عن خنافس ليها اجنحة هتستخدم بتاعتها يعني هتستخدم اجنحتها عشان خاطر تعمل بطريقة معينة الطريقة دي هتقدر تعمل بيها يعني تحذر بيها الايه تحذر بيها البيتلز التانين ان فيه جاي يهجم علينا او ان هي تعمل للميت بتاعتها يعني يعني بتجذب الطرف التاني للتزاوج عشان يعملوا ويجيبوا كمان الفلاش ده بيبقات يعني شفتوا كده شافرة لما كنا بنقول انه كان بيعمل بطريقة معينة فيه اه الشورت فلاش فاحنا نفهم منها ازا كان او داش بنحولها لحروف اهي دي هي بتعمل كده بتعمل الفلاش بتاعها او بتضيء بطريقة او بنمط معين بنظام عشان ايه لان ده بيدي معنى كل طريقة بتعمل بيها اضاءة هي بتدي رسالة مختلفة طيب اه في مرة ايه اللي حصل جي شوية ناس كده حبوا من الهيومن حبوا انه هم يشوفوا هل الفاير فلايز بيتلز دي ممكن تقلدهم ولا لأ فشافوا الفاير فلايز دي قاعدة تعمل ما بينها وما بين بعضها وتنور بطريقة معينة فهم جابوا فلاش وقعدوا دوت كده بطريقة برضو مختلفة عن طريقة الفاير فلايز فإن اللي حصل لو اني الفاير فلايز بيتلز دي هيت عملت يعني غيرت الطريقة اللي عمالة تنور بيها عشان الفلاش بتاعهم يعني عشان تقلدهم فكده الانسان قدر يأثر في الفلاش بترن بتاع الفاير فلايز يعني قدر يغير الطريقة اللي هي بتنور بيها طب هي كان بتعمل كده ليه هي دلوقتي لو انا عندي جروب من الفاير فلايز يعني عندي مجموعة وهي بتعمل ما بينها وما بين بعضيها طب هم شافوا مجموعة تانية بتضيء بطريقة مختلفة عنهم وعايزين يعملوا معهم فيعملوا ايه هم ما يستخدموا في انو ما يشوفوا الطريقة اللي هم بيعملوا بيها فلاش وبعد كده بتاعهم يعني هيغيروا الطريقة بتاعت الفلاش بتاعهم عشان يبقوا يقدروا يعني يقلدوا الفلاش بتاع الجروب التاني وبكده يقدروا يعملوا يعني ايه كوميونيكيشن اخدناها قبل كده يعني تواصل يعني التواصل ده عبارة عن طريقة بتنقلي معلومة يعني ايه الكلام ده يعني الهيومن والانيمالز بيقدروا انه هم يقدروا يبعثوا ويستقبلوا رسائل او معلومات مع بعضهم يبقى كده بيعملوا التواصل زي انا بشرح انتوا قاعدين تفهموا مني يبقى انا بتواصل معاكم ببعث معلومة اللي انا بشرحها وانتوا بتستقبلوها وتفهموها يبقى انتوا كده هو اتعملتوا معايا كوميونيكيشن وفي الكوميونيكيشن دول انتوا بتسمعوني بتعملوا هيرنج وبتشوفوني مسلا او بتشوفوا الكلام اللي موجود على على الشاشة قدامكم يبقى استخدمتوا لسايت يبقى الكوميونيكيشن دوت محتاج بتاعتنا يبقى بتاعتنا بتاعتنا عن طريق التواصل ده بنستخدم فيها عينينا او ودنا كل دي احنا بنستخدمها عشان نعمل كوميونيكيشن اللي هي الاي او اي عندنا هي دي اللي يعني هي دي اللي بتجمع المعلومة من بتاعتنا من البيئة اللي حوالينا عشان تبعثها بعد كده اللي هياخدها للبراين عشان يترجمها تمام يا ولاد يبقى الكوميونيكيشن عشان يحصل لازم معه اللي اتنين يشتغلوا مع بعض عشان يقدر يبقى فيه كوميونيكيشن نقدر نفهم اي معلومة بتجدنا طب ايه هي الويز اللي يوزي تو كوميونيكيات بتوين بيبولز الناس او البشر ازاي بيعملوا كوميونيكيشن ازاي بيتواصلوا ازاي اللي بيتكلموا ويفهموا بعض فيه طرق كتيره جدا يعني يقدروا يتواصلوا باستخدام الصوت او الضوء او الحركات طب ازاي لو قولنا ان انا هستخدم مثلا يعني ضوء او حركة اللايت او الحركة الضوء او الحركة انتم محتاجين تعرفوها ازاي اكيد بالايز بتاعتكو هتشوفوا الحركة او هتشوفوا اللايت ده يبقى تقدر ان هي عن طريق ايه حاجة زي يعني التلويح باليد لما نقول باي باي لحد هو فهم معنى الايه الاشارة من غير ما اتكلم انا شاورت بايدي هو فهم دي اشارة المرور مجرد ما اللايت ده انا بشوفوه ما بين وما بين انا كده عرفت اني معناها انا هعمل ولا هبقى رادي طيب اللي هي اشارات الانقاز اشارات الانقاز دي لو واحد في خطر ومعاها مسلا هيغرق في المية او موجود تاه في غابة او حاجة بيستخدم دي عشان طيارات الانقاز اللي بتبقى موجودة في الجو تشوفها من بعيد او السفن المعدية من بعيد جدا تقدر تشوفو وتعرف ان في انسان محتاج للمساعدة برضو دي طريقة تانية لأي حد تايف في الغابة او تايف في المية انه يقدر يستخدمها بدأ البدل عشان خاطر يستنجد باي حد يقول بمعنى صح فاللي بيشوفها من بعيد يعرف ان في حد محتاج المساعدة في طريقة الطريقة دي ان انا اعمل بالميرور اصلاة المراية فاكرين لما قلت لكم ان المراية بتعمل بتعكس الضوء فكأنها بتنور زي عين القطط اهم في ناس كده برضو انا ومعي مراية وطيها في مكان هجي وهي الشمس طلعة هصلت المراية كده على الشمس فتعمل كأنها بتنور فالفلايش بتاع الميرور ده هيعمل طيارات الانقاذ هتعرف ان في حد تحت محتاج المساعدة اللي هي المنارة او الفنار اللي بيبقى موجود في الاماكن اللي بتطلع على البحر ده يعني بيطلع نور اللي هو ده اللي قدامكم دي الكشف الكبير ده بيطلع اللايت اللايت ده هو اللي بيرشد السفن اللي موجودة في المية عشان تعرف هي هتمشي ازاي ما هي المية كبيرة جدا واسعة انا مقدر شعف نافين اليمين بتاعي من الشمال فهم بيستعينوا اللي جاية من دي هي عشان خاطر ترشد البحارة لمكانهم كمان يعني ايه الكلام ده يعني الحركات اللي ازاي اللي هو اللي نحن نتواصل عن طريق الحركات او الاشارات عارفين في ناس ما عندهمش قدرة مسلا على السمع او الكلام فبنلاقوا بنتواصل معاهم عن طريق اشارات معينة هم بيفهموها يعني البنت دي عمنا اشارة بطولها hi my name is jana تمام يا ولاد عن طريق الايه الاشارات اللي بتعملها بقديها دي هيط يبا دي اسمها sign language طريقة قدرت تعمل بيها movement حركة الحركة دي عينينا نقدر نشوف بيها الحركة دي فنترجم بيها او نعمل بيها communication كمان سيمبل جستشارز يعني التعبيرات اللي احنا بنعملها ان انا ممكن احرق راسي كده دي كده معناها ايه معناها ان انا رفضة الموضوع ده يبقى بحركة الراس دي مجرد هي حركة بس انا فهمت منها معلومة فكده انا عملت تواصل عملت communication طيب في طريقة تانية غير الساوند واللايت ان احنا نقدر نعمل بيها communication اللي هي يعني شفرة شفرة دي يعني معلومة انا حولتها لحاجه اتعبر عنها يبا هي عباره عن انا حولتها حولتها لحاجه اقدر اعبر بيها من غير ما اتكلم ازاي؟ الهيومن يقدروا يستخدموا الكوتس الشفارات عشان يعملوا عشان يبعتوا المعلومات زي مين؟ ثم بس اب او ثم بس داون لو انا دلوقتي انتم تفرجوا على الفيديو لو الفيديو عجبكم بتعملوا ثم بس اب يعني بتعملوا عليها لايك انا كده عرفت ان دي معناها لايك الفيديو لو ما عجبناش بنعمل ايه؟ بنعمل ثم بس داون بنحرك الصباح بتاعنا لتحت ده معناه انه هو مش عاجبني خلاص يا ولاد يبقى كده انتم حولتوا المعلومه الانفورميشن اللي هي لايك او انلايك او ديس لايك حولتوها لربريزنتاتف فورم تعبير عنها ان انا عملت سامب او سامب او سامب او سامب او داون كمان الكلارز بتاعت النوع او اللون بتاع اشاره المرور دي بيعرفني برضو هي معناها يبقى 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 موف يبقى 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 اللون انا حولت المعلومه بدل الموقف واحد يفضل يقول stop وموف او ready حولتها الكلارز حولتها الربريزنتاتف فورم يبقى دي كده كود شفره الفيسز اكسبريشن تعبير الوش بتاعنا ده ريبريزنت ايه ريبريزنت سامب كنج تخيلوا كده لو انا بفكر او مثلا الهابي انا فرحانه زي الولد ده كده او البيبي الزغنان ده فرح او من شاف الايس كريم احنا عرفنا منين انه فرح من الفيسز اكسبريشن تعبيرات الوش بتاعته قدرت تعرفني انه مبسوط التعبيرات الفيس اكسبريشن بتاعت الولد ده عرفتني انه ساد حزين او زعلان يبقى دي شفره من غير ما يتكلم قدرت افهم الانفورميشن لانه احولها الربريزنتاتف فورم اللغه 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 بتاعتنا دي هي دي عباره عن sound code يعني شفره صوتية انا بتكلم عربي او انجلش انتو فهميني عشان تعلمتو الشفره دي طيب لو انا جبتلكو دلوقتي وشرحت بالصيني هتفهموني لأ ليه عشان دي sound code شفره صوتية انتو متعلمتوهاش فمدام متعلمتوهاش مش هتعرفوا تفهموها يبقى لازم الكود نكون عارفانها ومتعلمينها عشان نقدر نفهمها يبقى اللغه دي شفره لاني مش هيفهمها غير اللي عارفها وبس الكتابه بستخدم رموز اللي هي الحروف اكتب بيها لو انا كتبتلكو بالصيني هتفهموها برضو لا طب لو كتبتلكو بالانجلش هتعرفوها لو كتبتلكو بالعربي هتعرفوها ليه انتو تعلمتو انجلش وعربي لكن ما تعلمتو الصيني يبقى دي شفره حولتلكو المعلومه لطريقة تانية لو انتو متعلمينها هتفهموها ومخوكو يقدر يترجمها مش متعلمينها المخ هيترجمها ازاي وهو مش عارفها طبعا مش هيقدر الموسيقى كمان والاصوات دي من الحاجات اللي بتعبر عن معلومات معينة او رسالة معينة يبقى كل دي اسمها اشتركوا في القناة